موسيقى زيارة لسربيا تحديدا لا هوي عارفة مش نقدر نخش من زاوية التحديد ان دي مهمة لسربيا طبعا دولة مهمة وفي علاقات تاريخية ودي اول زيارة رئيس جمهورية من 35 سنة ولكن احنا لازم نبصلها ايضا في ليه العلاقة تاريخية دي بدأت منذ فترة الرئيس جمهور عبد الناصر ورئيس تيتو كان العالم في حرب بردة نعم فنشأت الفكرة في الظروف توصد لازم نكلم عن الظروف نعم لنشأت في العلاقة لنشأت في العلاقة كان حرب بردة نعم احنا الآن ما نقدرش نقول ان احنا في حرب بردة احنا في حرب بتقول عليها سخنة لان في حرب فعلا على الارض على الارض وفي قتلة وفي خسائر وفي تدعيات قصر سلبية وفي تدعيات احنا الزرف التاريخي مش هو هو ولكن التوقيت الزيارة بيعني انه ممكن يكون فيه قدر من التفكير في بعض مش نقول تحالفات برضو عشان كلمة تحالفات دي كبيرة جدا ووسعة ولكن على الاقل بعض المقربات ما بين الدول المتضررة بحيث انها ازاي تقدر تساعد بعضها لبعض وتوقف مع بعضها وده يمكن برضو هكذاك هيكون على اتصال بالزيارات اللي قبل كده نعم ده اللي قاله يا فندم سيد رايس لما قال انه احنا محتاجين ازاي نتلافى الاثار السيئة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية بمثل هذه الزيارات زي ما حضرتك قلت بالزيارات وده بقى ممكن يعني حرك الخيط بقى رجعنا الى زيارة برلين ايوة لانها برضو في نفس الاطار فكرة ان احنا ازاي مش بس نقف امام تدعيات الحرب الاوكرانية ولكن ايضا موضوعات تغاهر ومناخ موضوعات الهجرة غير الشرعية موضوعات الارهاب ملف الطاقة الغذاء فكل الحاجات دي برضو ده ممكن برضو يرجعنا تاني الى قمة جدة وما حدث فيها لانه هي قمة جدة مش حكاية لقاء عربي امريكي فقط ولكن هي لقاء عربي عربي وده يمكن اللي انا بحتمي به اكتر صحيح على الاقل الصوت العربي كان صوت واحد استراتيجية واحدة رؤية واحدة فيه مقابل دولة كبرى اللي هي الوات المتحدة الامريكية وفيه يمكن نقدر نقول يعني تقارب كبير جدا حصل في المواقف نتيجة حتى حركة الكلمات المعلنة اللي تم لقاءها من القادة العرب هتلاقي ان فيه اهتمامات تقريبا هي نفس الاهتمامات باولويات برضو متقاربة جدا وفرق الدبلوماسي المصري في المرحلة ديت انا بشوف ان هو مهم والظروف الدولية بتتسدعي نعم وما يندرش كنت حركة عادي في اطار ان انا يعني لقى حدودي واخش جوا بلدي وعندي قدر من السكون لا الحركة كانت مفيدة جدا ومهمة جدا بعدين يعني انا مش عايز يعني اباين يعني شكل مصر في الحركة خلال التلت زيارات الاخيرة دول مختلف تماما عن شكلنا ما كنا بنطلع كده في زيارات خارجية بمعنى بمعنى ان انتي عندك امكانيات او عندك موقف وعندك قدرة على ان انتي تساعدي كمان يعني احنا صحيحة ان احنا تحت وطأة يعني ظروف اقتصادية صعبة ولكن مصر اعدت نفسها انها مركز للطاقة نعم من سنوات من قبل تفاقم الازمة بالشكل الموجود دلوقتي فاذا مصر كانت لحد كبير جدا عندها استراتيجية استباقية مستعدة لمواجهة تزياد تطوراتها بالتالي لما بتخرج في مرحلة تيجي تخرج في مرحلة ما تبقى بادوات بادوات بقوة بالزبط نعم وبقدر كبير جدا من الانصاط لموقفها وبنفس الوقت الاستعداد لان هي تخش في شركات يعني مع دول كبرى زي المانية طبعا وزي برضو سربيا سربيا دولة زراعية صناعية نعم ما ندارش ننكر هذا طبعا وطبعا قمة جدا ايضا كانت موضوع مهم جدا فإذا انت خرج في مرحلة دية بإطار مختلف الى حد كبير جدا عن القطر اللي كانت بتقى معجودة مش رايحين بقى نقول لهم النبي تعالوا ساعدونا لا يعني احنا رايحين في إطار عندنا لا كيان دلوقتي نقدر نعتمد عليه ونقدر نقدم به برضو حاجة للبشرية نعم طيب سيد الوزير الزيارات واللقاءات الصينقية اللي كانت قبل قمة جدا يعني حتى لو نتيجة الظروف السيئة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وكافيد 19 كانوا سبب في انه نطلع بنتائج او اتحاد او تقارب او باللغة اللي حضرتك تشوفها كانت مفيدة فتمام يعني ايا كانت الحكاية لكنه كان مفيد ساعدت هذه اللقاءات السنائية والقمم السابقة لزيارة بايدن لاسرائيل ساعدت في رؤية شبه بعض في نقاط متفق عليها ما بين الدول العربية اعتقد طبعا ده كنا محتاجينه كنا محتاجينه طبعا ومصر اللعبة دور في يعني حضرتك احنا استقبلنا ولاي العهد السعودية نعم ملك البحرين قمة في شرم الشيخ كانت سلسية مهمة ايضا غير زيارة فخمة الرئيس لسلطنة عمان نعم برضو قبل فكل الاتردية انا بعتقد انها كانت مهمة جدا ومصر لعبت فيها دور يعني انا ما كناش مطلقين للأفكار ايه الدور المهم اللي لعبته مصر انا اشوف ان الدور اولا كان في اطار تحديد الاولويات اللي احنا نتكلم فيها كعرب يعني حركة لحظة ان كل القضاء العرب مسلا نكلمه عن القضاء في السنة صحيح كتعامل مشترك ويمكن بمستويات مختلفة ولكن في النهاية كانت فيه تقريبا اجماع عليها تاني حاجة انه ما كانش فيه فكرة الارتماء فيه يعني مع طرف معين يعني كان فيه قدر من الندية في الحديث من كل الدول العربية تقريبا بعض الدول مش قوي يعني لكن كل الدول تقريبا يعني اتكلمت بقدر من القوة وانه مش ضرورة ان امريكا تأمر يعني عندنا موقفنا وعندنا مصالحنا وهو السمة الاساسية في العلاقات الدولية يعني في الايام دي الصعبة دي هي الصراع ما بين المبادئ والمصالح اسف يعني انت عادك ماشية ما بين في كده خط دقيق جدا ما بين فكرة ان انت عندك مبادئ في سياساتك وبالذات في مصر طبعا عندنا سياساتنا خارجية لها دائما مبادئ واصول قيم راسخة وقيم لكن في نفس الوقت عندك مصالح في مصالح وتتعارض مع القيم احيانا احيانا فازاي انت بقى تصير يعني العلاقة الدقيقة دي ما بين التوازن ده اعتقد احنا نجحنا فيه يعني وده ده كويس مش يعني مش تحيز لبلدي ولكن لا احنا نجحنا فيه بشكل كان مخوف بعد السياسة على فكرة اه طبعا من انه هل انت هتقدر تعمل التوازن ما بين القيم اللي بتشتغل بيها دلوقتي وما بين انه سياسة لها مصالح مصالح لها متطلبات او ادوات اكيد وحرك فيه شعب لازم يعيش ولازم يتطور ولازم نحرس على تنميته فكل دي مصالح المبادئ اللي برضو حرك ما تقدريش يتحيدي عنها في مواقف كثيرة جدا وده يمكن ظهر في تصويت مصر في بعض القرارات في الجامعية العامة ومن نسبة للموضوعات الاخيرة اللي حصلت وفي نفس الوقت انه ازاي انك حرك تطلعي بشكل اللي هو احنا مش مع حد ضد حد ولكن في نفس الوقت المقاسي اللي بتنتج عن الحروب مؤكد انها مش في مصلحة في اي يعني اي طرف وبالذات ان مصر حربت يعني مصر حربت في مواقف مختلفة طبعا احنا كنا مندفع عن ارضنا منستردها لم نعتدي على احد ولكن احنا نشعع تمام بوطئة الحروب والنتائجها اللي هي في النهاية بتبقى مكلفة جدا للشعوب بنفسها نعم زيارة بايدن لإسرائيل وبعدين لجد كان فيه تساؤلات حول فكرة تتشين ناتو عربي او ناتو شرق اوساطي قبل زيارة بايدن لقى السعودية وانه الغرض منها وكانت تحالف ضد ايران من المفترض هذا وقيل انه ده غير وارد حاليا استشهدوا بالدور اللي بتلعبوا العراء في التقارب ما بين السعودية وما بين ايران هل فشلت محاولات بايدن فعليا في هذا الملف يعني حضرتك الفردية نفسها كانت فشلة فردية التحالف ضد ايران اه طيب انا قبل مهاجي كرئيس اجبر مين اللي كان فارد لا الفردية فكرة ان انا بحط كده فردية ان انا هعمل تحالف ضد ايران ودي فردية هو بايدن كان عايز ايه من الجبلة كان عايز دي احد الملفات اللي كان جايبها معا طيب انت ازاي انا بنحط في السياسة ازاي هتحطي فردية وانت ارية المشهد ان دولة زي سلطنة طعبان لا يمكن هتخش في حاجة زي كده مصر نفس الشي مش هتخش في حاجة زي كده مصر كان موقفة واضح الكويت ممكن برضو نقول عليها يعني احنا لما نقعد كده الهراء طبعا زي ما حدك قلت هي بالعكس بتسعب كجسر ما بين الطرفين حتى يعني السعودية السعودية عمرها ما كانت عندها موقف هجومي ضد ايران حتى في كلمات جدة الاخيرة كانت واضحة والامارات طبعا والامارات عندها علاقات جيدة مع ايران اذا الفردية نفسها كانت مبنية على حركة في السياسة في النظرية على اديمه ياريت اديمه يعني في السياسة في حاجة اسمها النظرية الواقعية نعم دي مش وقعية خالص يعني انت عارفها انت بتبني هيكل على واحد اسس مختلفة ضد الواقع ضد ما يحدث مختلفة يعني عارفها هي ارتفاعات انت هتبني ازاي بيت على حتة طلعة وحتة نازلة وحتة يعني فالفردية نفسها كانت خاطئة ان هم يتحركوا فيها عشان كده اعتقد ان الموضوع يعني اعتبر منتهي في هذا الامر و ما اعتقدش ان الولايات المتحدة يعني هتضع نفسها في الموقف دو مرة تانية نتيجة الجولة اللي هو قام بيها وشاف يعني هو جمع ملفات ومسلا الموضوع كمان ادماج اسرائيل في المنطقة ما ده برضو ملف يعني اسمحيلي يعني مش واقع ففي شوائد فرضيات هو جاء بيها واعتقد ان هو مش صدم ولكن هو ان نزل على الارض الواقع وشاف الواقع امامه وعارف ان الكلام اللي هم بيحطوه هناك بدون يدرسوا المنطقة ويشوفوا ايه الارض تطورات والارض طب هو نجح في ايه فد اقول لحارتك هو نجح فيه يمكن حاجتين انه ادى اعاد سياغة علاقته بمنطقة الشرق الاوسط مناش لها اسرائيل دلوقتي العلاقة سابتة وراسخة نعم لكن كان فيه تصور انه امريكا خلاص تخلت عن المنطقة وانه هي خرجت من المنطقة وانه موضوعه التصور ده صدريته لولايات المتحدة الامريكية فعليا بتصريحات رسمية بتصريحات رسمية بس برضو لما هتدرسي الارض حضرتك هتلاقي لا ان امريكا موجودة في سوريا موجودة في الصومال زودة العساكر بتوحها اللي في الصومال ميكي محدش بتابع القصة ولها ولها تواجد سياسي قوي في ليبيا فاذا هي مشاركة في كل الازماء طبعا وفي العراء ملك البحرين نفسه قال في كلمته نعم احنا بنصدي في الاسطول الخامس الامريكي بقى سنين صحيح فوق الخمسين سنة صحيح فإذا امريكا موجودة اليمن اليمن مشغالين بالطائرات المسهيرة وبيعالهم اهدفهم بتوح القعدة وكده وبيتحركوا عليهم يعني ماشيين باسلوب يمكن بعيد شوية ملهمش بوكس على الارض ملهمش على سكر على الارض تمام ففكرة انه خرج من افغانستان الخروج اللي هو الغريب دوت السريع ده هو ده اللي اعطى الانطباع انه هو انه يعود الى حدوده ويرفع عن القوات الامريكية كاهل انها تشترك او تموت او تموت في اراضي اجنبية الكفاية المواطن الاجنبي يتحمل كل هذه الخسائر ليه بالزبط لكن هو فكر بقى انه هو ترك المنطقة في فراه كلمة اللي قالها انا بشوف ان ده كلام برضو مسياسي كان وبدليل ان مثلا دولة زي الصين ملهاش التواجد الامريكي زي يعني الصين ملهاش نفس التواجد نفس سياسة التواجد اه يمكن لها في جيبوتي قعدة بس لكن تواجد الامريكي المنتشر في المنطقة ده لا طبعا ده تواجد فعلا بعين فكرة ان احنا نسيب المنطقة في فراغ لا ما فيش حاجة اسمها فراغ الفراغ بيملأوا الشعوب اللي موجودة والجيوش العربية اللي موجودة وبالتالي كان في حقيقة كلمة غير موفقة كلمة غير موفقة ولكن هو مؤكد ان هو قدر يعيد سياغة علاقته بمنطقة الخليج ومحتاج هذه المنطقة يعني هي زيارة فيها قدر كبير جدا من الاحتياج للمنطقة ومنطقة الخليج اعتقد ان هي يعني اختبرت مصداقية الولايات المتحدة عدة مرات وما لا اتهاش بالمستوى المرجو تعلمت اه فاعتقد ان هيكون فيه فترة انتظار وترقب للمعاقف الامريكية في الفترة الجاية موضوع مثلا الحسيين موضوع فيه موضوعات كتيرة قوي ممكن ان الامريكا تثبت ان هي فعلا جادة في ان هي تتعامل مع المنطقة الخليج بشكل جديد ولكن هو تواجده مؤكد ان هو عاد سياغة يعني علاقته اعادة السياغة بمصر وبالمنطقة اتحققت من وجهة نظر حضرتك تبقى لأهدافه اللي قتى بيها ام تبقى انه فوجئ بالسياسات هذه الدول بسياسات جديدة اه طبعا هو مش فوجئ هو الموقف الجيوسياسي في العالم كله فرض مواقف معينة على عليه وعلى دول المنطقة وعلى روسيا وعلى ايران وعلى كل الدول فاحنا دلوقتي كلنا بنوعيد ترتيب أوراقنا ومن جديد آآ لطريقة اللي هي تحافظ فيها على المصالح طبعا أكيد وفي نفس الوقت ان احنا نكسر المبادئ أو ننتهكها نعم نعم فالعالم كله مشغول بإعادة الترتيب الأوراق صحيح نفس الوقت سريعا وبعد زيارة بايدن لإسرائيل وجدة وما حدث قمة طهران سلسين روسيا ايران تركيا وتحالف سلاسي لمواجهة الرد على ما كان يريده بايدن آآ أكيد يعني لازم نحطها في هذا السياق انه انت لك أصدقاء او لك يعني الناس بتقعد معاك في المنطقة انا كمان عندي الناس اللي بتنقدر ان احنا تشاور بالنسبة لشؤون المنطقة دولة منهم عدوا في الناتو لتركيا تركيا دولة دولة غريبة شوية وإيران اللي هي الهدف الأساسي للجلالات المتحدة في المنطقة فإذا انا يعني موجود برضو بقوة وكل ده ايه بنجتمل احنا الثلاثة عشان نقرر مصير دولة عربية سوريا اللي هي سوريا نعم فشوفي هراك المدى التعقيد ما هي دي الفوضى لو تعلم الشيوب الشعوب ان الفوضى بتؤدي الى ان دول اخرى هي اللي تقرر مصيرها دي كرس دي فوضى استراتيجية موجودة في العالم كل دلوقتي وكل دولة بتجري وراء مصالحها ولكن مؤكد انه في اخطاء وقعت فيها الدول الكبرى وللأسف احنا بندفع تمنها كدول متوسطة يعني انا هقولك حاجة يعني احنا في مجلس الامن في خمس اعضاء دائمين والمجلس الامن ده اعلى جهاز مسؤول عن السلم والامن الدوليين عارك لو تلاحظي كده هتلاقي الخمس اعضاء الدائمين هم المسؤولين دلوقتي عن انتهاك السلم والامن الدوليين التنافس الغريب بين الدول الكبرى وبالذات طبعا التلاتة الكبار اللي هي الصين وروسيا وامريكا هو ده اللي بيؤدي في ناس بتتكلم على ممكن او يكون في حرب نووية طبعا مش شايف الكلام ده مش هيحصل ولكن في النهاية فكرة الاستلاع على اراضي دولة اخرى او تدخل عسكري خشن بهذا الاسلوب وخسائر ولاجئين ونزحين وكل ده والعالم يعني ساكت ومجلس الان مش قادر يصل الى شيء فدي كلها حاجات هتستدعي ان احنا في الفترة الجاية لازم هيكون فيه اعادة تفكير فيه النظام الدولي ده هيكون هيمشي ازاي ولو انه انا بتنبأ من دلوقتي يعني ان احنا مش هنقدر نصل الى جديد يعني الخمسة دائمين مسهيطرين وهيبضلوا ماشيين بالاسلوب مش هنقدر في معادة الخمسة نصل الى جديد لا يعني مش هتدري حركة تحدي من قوتهم وفي نفس الوقت مش هتدري تحدي من غلواء التنافس اللي بينهم اي للاسف التنافس بيتصاعب بشكل كبير جدا ويمكن فيه يعني نقول ايه ان الصين دلوقتي قادة مشتكينة كده تسيب الروسيا وامريكا يضرب ببعض شوية وهم منتظرين ايه النتيجة هتبقى شكلها من اللي هيصل الى يعني الى القمة فكل ده بيأثر علينا بيأثر على الدول والشعوب شوف حركة افريقيا هتواجه بموضوعات مجعات وخلافه وبالتالي انا اعتقد ان احنا يعني العالم تحت وطئة ثلاث حاجات الكورونا تغير ومناخ تنافس الدول الكبرى طب في الحالة دي احنا وفروض نفكر ازاي السيد طبعا ضغط كبير جدا طبعا على الدولة وعلى الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية نقدر نقول دبلوماسية الرئاسة ولكن يعني انت عارك الحركة في مرحلة دية مطلوبة دائما يعني التواجد في الخارج لمحاولة البحث عن مصالحك وازاي تحقق الاكتفاء من يعني من الموارد الطبيعية اللي موجودة في العالم ولكن هتقدر النقطة الأساسية هي قوة بقى الداخل صلابة الدولة وزياد الرئيس كانت نتكلم عن موضوع الدولة الوطنية في حدة مناسبات من قمة دولة جدة في قمة آخر جدة فهي دين ما هو دا الموضوع نحن لا يمكن نسيب أن العقد ينفرط تحت أي ظرف من الظروف بالعكس لازم الدولة الوطنية تظل موجودة متماسكة القوة الزيتية وده برضو يعني علم حضرتك الوضوع القوة الزيتية ده برضو كان استراتيجية استباقية لأن مصر قدرت تحقق خمس حاجات كدولة يعني أمن الطاقة أمن الغذاء أمن الدواء الأمن بشكل عام وأمن المياه يعني إحنا شغالين في خمس ملفات محاور دي مهمة جدا وقدرنا ده ناخد خطوات على الأقل أكيد نبدأ وناخد خطوات وده كل ده نعكس على الاستقرار الداخلي وهو ده يعني دي العلاقة ما بين القوة الزيتية للدولة والاستقرار الداخلي وهو ده الحصن اللي أنت ممكن عارك يعني تتمتع ده المهم ده المطلوب دلوقتي بالزبط ولكن الأخطار كلها أصبح عبر للحدود يعني متقدريش عارك بس تكتفي بأن أنت بتوضى ببيتك من الداخل لا ده في حاجات جايلك حتى السلاح دلوقتي أصبح عبر للحدود طائرات مسيارة صواريخ موجهة صواريخ أسرع من الصوت فإحنا أمام عالم جديد ولكن أدواته مختلفة أليات التعامل مختلفة مؤكد أليات التعامل مختلفة ولكن أنا بشوف أنه القوة الزيتية ثم الشبكة الأمانة العربية ده موضوع مهم أنا في رأيي أننا دايما بتعاول عليه وده مهمة جدا أنا بتعاول عليه كثيرا فأنا أعتقد أن ده أمر مهم فيه ثلاث مبادئ أنت بتتحرك فيهم بسلاسة جدا اللي هي الأمن والاستقرار والتنمية أو السلام الأمن والسلام والتنمية وده موضوعات مهمة جدا مش بس داخل الدولة أنت عندك الإطار الاستراتيجي بتاع مصر من ليبيا لليونان أوبروس تنزلي بعد كده على لبنان الأردن البحر الأحمر السودان دا يرادية كلها أنت بتشتغلي بأسلوب مختلف تماما عن أسليب قديمة وهي فكرة التنمية إزاي بتعملي التواصل الكهرباء مثلا مع اليونان وأبروس اللي لبنان هتبقى لها غاز إذن أنت بتستعملي الطاقة طبعا فيه تواصل الكهرباء أيضا مع ليبيا من زمان من بقاله عشرات السنين السودان أيضا احنا بنعمل تواصل الكهرباء فإذن المقاربة المصرية هي مقاربة التنمية إنه ما فيش حاجة اسمها اعتداء على أحد ولا اتداء في شؤون أحد ولكن احنا مستعدين إنه نقدم خبرتنا في التنمية وهنا عندنا خبرة وقت كبيرة جدا جدا في هذا المجال مواطن المصري في الداخل المصري وحق أنه هو يبقى مهموم بالشكل الداخلي وارتفاع الأسعار على مستوى العالم لكن هل هو على دراية ووعي باللي بتقوم بيد دولة في اللي حضرتك قلته ده فكرة أمن مصر الخارجي والربط الخارجي وهل المواطن المصري وصلوا ده يعني طبعا هو الأعباء الكبيرة على المواطن المصري نعم طبعا ولكن إحنا يعني ووظفتنا إن إحنا دائما نتحدث في هذا الإطار أنا مثلا كنت في أحد الجامعات في الصعيد من كم يوم في أسيوت بالتحديد يعني ونتكلم مع الطلبة لا أنا بحس لا إن الشباب فاهمين فاهمين مهم نعم فاهمين إن في أعباء على الدولة وإن الدولة فعلا يعني بتقوم بجهد كبير جدا جدا ولكن فيه إمكانيات ما هو أي حاجة محتاجة إمكانيات نعم فأنا يعني شفت في زي ما قلت حراكة كنت في جامعة أسيوت أول مبارح وفي اللقاء مع الطلبة لا طبعا لا وعيين جدا 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 وعارفين إيه اللي بيجرح ومهم جدا يبقى عند الشباب يا فن طبعا طبعا ودي بقى حراكة وظيفة يعني الكبر السن اللي زينا لا إزاي دي الخبرة والمسألة المهمة جدا رلبان إفن لي سؤالي الأخير لحضرتك إنه هو الشرق الأوسط استفاد إيه من وجود أمريكا في سيد الوزير يعني ولاية المتحدة الأمريكية يقال وده من ناس من سياسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجيد خلق الفوضى في الدول وبجانب خلق الفوضى في الدول وده من سياستها حتى ممكن تجيد خلق فوضى في دولة للتسميع في الدول المحيطة بمعنى خروجها من أفغانستان له دلالة على ما يحدث في إيران وما يحدث في روسيا وما يحدث في الصين مثلا يعني فجأة كده خرجت من أفغانستان وقالت لك لا إحنا لكن هناك أغراض أخرى إيه إحنا استفادنا إيه للشرق الأوسط من وجود الولايات المتحدة لا ما أقدرش أنكر إن وجود الولايات المتحدة مهم بدليل أن حضرتك مثلا إحنا حتى في ثقافتنا العادية اليومية إحنا بنتطلع دائما إلى أسلوب الحقيقة الأمريكية أمريكية 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 عشان كده أمريكية عشان كده بقى ده هرجعني للكلمة اللي قلتها لحضرتك في الأول إن الدول دائمة الوضوية في مجلس الأمن ودائم كنزاعة لبعض الناس هي الحقيقة سبب التوتر اللي إحنا عايشين فيه أكتر منها إنها بتحفظ على السلم والأمن الدوليين ولكن لا أنا بشوف إن وجود أمريكا مهم ووجود يعني برضو مهارك ممكن تقولي مثلا لا مش بتكلم على عدم الوجود إنه مش مهم وجوده مهم لكن هناك أغراض سياسية فكرة خلق الفوضى بترك أوقف طبعا طبعا وكل مرحلة زمنية لها أسلوبها ولها سياستها يعني هما بعد 11 سبتمبر الشهيرة في 2001 بدأوا بسياسة مختلفة تماما فكرة إن لا الإسلام السياسي لازم هو في هذه المنطقة طب نعمل إزاي الحكاية دي إزاي فيه فوضى خلاقة ويظهر بعد كده الإسلام السياسي هو اللي يسيطر وينبعدوا مع النين نعم بقول لها ريك دايما مفاهمهم مش كاملة يعني فيه نقطة كده مش مزبوطة طبعا فالفكرة إن كل فترة زمنية لها محدداتها بالنسبة للسياسة الأمريكية أسبب ولكن أشوف إنه المرحلة دي بعد حرب أوكرانيا نعم إن فيه محددات جديدة للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد تكون مفيدة لمنطقتنا في الفترة الجاي نشتغل بقى على المفيد نبقى وعيين لما هو قدر ونشتغل على ونستفيد بالمفيد شكرك فندم على وجود حضرتك مع المفيد شكرا لحضرتك شكرا لسيد ريزي محمد العربي لنا على أهمية هذه الجولات في هذا التوقيت على مستوى العالم كله بشكره بشكر حضرتكو شوف حضرتكو بكرة على خير مع تحياتي عزيزة مصطفى وإلى اللقاء